وينضم إلينا الآن من نيويورك المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية أحمد فتحي أستاذ أحمد أهلا بك إذن الوضع الإنساني في غزة يزداد تدهورا ويبدو أن هناك جمودا حتى الآن في الجهود الدولية فهي لم تتوصل بعد إلى الهدنة المنشودة لماذا برأيك؟ في الدقائق الأولى من صباح اليوم بعد منتصف الليل اجتمع مجلس الأمن في جلسة طارئة عقدت منتصف الليل بتوقيت نيويورك ولم يتمكن بالطبع من إصدار قرار ولكن أقصى ما تمكن صدوره هو بيان رئاسي لهدنة إنسانية خلال فترة العيد حتى يتمكنوا من إدخال المساعدات العاجلة المجتمع الدولي وصل إلى حالة من الشلل التام في التعامل مع الملف الإسرائيلي الفلسطيني نتيجة في أحيان كثيرة لتعنت الجانب الإسرائيلي وفي أحيان أخرى نتيجة لتعنت حماس ولكن الضحايا والرهائن في النهاية هم المليون وثممائة ألف فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وتعرضون إلى حملات يومية بالنسبة للجانب الإسرائيلي ودي عبر عنها في أكثر من مرة المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة روم بروزر أن الهدف الرئيسي هو نزع السلاح من غزة تفكيك الآلة العسكرية لحماس ونحن نعلم من التجارب والحروب السابقة أن حرب العصابات التي لا تستطيع إسرائيل أن تستكملها على الأرض في داخل القطاع لن تكون في صالح قوى نظامية ولهذا فإننا نرى القصف الجوي القصف المدفعي القصف بالدبابات تهجير المواطنين الذي لا يكون لهم مكان آخر للذهاب إليه مساحة قطاع غزة معروفة والقطاع محاصر منذ سنوات أستاذ فاتحيل نعم هناك مبادرة قام بها وزير الخارجية الأمريكية جون كاري مبادرة لوقف إطلاق النار رفضتها إسرائيل هل من الممكن أن يدفع ذلك الإدارة الأمريكية إلى تغيير موقفها التقليدي من إسرائيل اليوم وأن ربما تلجأ فقط لضغط أكبر على إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك لديها نفوذ كبير على إسرائيل ولكن إسرائيل من ناحية العمليات العسكرية لم تستجب للضغوط الأمريكية الخفيفة أنا لا أتصور أن ستأتي إدارة أمريكية تستطيع أن تنفس ضغوط إسرائيلية قوية مالية وتجارية وعسكرية هذا لن يحدث ودعنا أن نكون واقعيين في البداية كان هناك المبادرة المصرية وهي في الوقت الحالي هي المبادرة الوحيدة المطروحة على الطاولة حاول بن كيمون سكرتير عامل أم المتحدة أن يتدخل أيضا للوساطة وفشلة في هذا الشيء نعم لكن المبادرة المصرية أيضا فشلت خصوصا وأنها لا تتضمن المطلب الذي لا تصر عليه فقط حركة حماس ولكن السلطة الفلسطينية اليوم وهو مطلب رفع الحصار عن غزة ومصر جزء من هذا الحصار فهي تسيطر على معبر رفح المبادرة المصرية تنص على فتح المعابر بعد إيقاف إطلاق النار واستقرار الوضع الأمني يوجد لمصر في الوقت الحالي مشاكل في شبه جزيرة سيناء وتتعرض إلى هجوم من تنظيمات إرهابية يعتقد أنها تأتي عن طريق الأنفاق التي تقوم أيضا بمحاولة إغلاقها ولكن لم تتمكن من إغلاقها بصفة كاملة نحن أمام إشكالية أخرى وأنا في رأيي أتوقع أنها ستكون حجر عائق أمام المفاوضات هو الإصرار على فتح الحدود البحرية بمسافة 12 ميل ليتمكن سكان القطاع من القيام بصدي الأسماك ولكن أيضا عذرا على ضيق الوقت أشكرك ضيفي من نيويورك أحمد فتحي المحل الأسياسي المختص في العلاقات الدولية ترجمة نانسي قنقر